وفي ملف عراقي ساخن أكد الخبير الأمني سرمد البياتي أن حزب العمال الكردستاني يدعي أنه يحافظ على السيادة العراقية تحت حجة أنه حارب تنظيم داعش إرهابية مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يعد مبررا لانتهاك سيادة البلاد من خلال السيطرة على أراضيه وشن الهجمات تجاه تركيا أو المناطق العراقية وأوضح أن مواجهة حزب العمال الكردستاني تتطلب التنسيق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان وتوحيد الجهود بهذا الصدد ودون ذلك لن تستطيع أي أجهة وضع حد لتجاوزات حزب العمال مضيفا أن الأخيرة يستخدم مواجهات وأسماء أخرى للتحرك داخل أراضي العراقية التي لا يجوز استخدامها من قبل مسلحية البككا للمقاتلة تركيا